بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس احمد فكر محمود مركز شبكة معلومات جامعة اصيوب يريد حضراتكم لو اعجبكم الفيديو تعملوا لايك اتفعالوا زر الجرس اشتركوا في القناة عشان يصلكم منها كل جديد سنشرح في هذا الفيديو ان شاء الله كيفية التعامل مع النوافذ عايزين نعرف الاول ايه هي النافذة النافذة حضراتكم هي عبارة عن منطقة تظهر على الشاشة محاطة ايه باطار وتحتوي بداخلها على البرامج او المستندات فطبعا مثلا نشوف نفذة كمبيوتر دي نفذة كمبيوتر حضراتكم هنفتح نفذة برضو الورد باد الاكسوسوريز وورد باد دي نفذة الورد باد حضراتكم نفتح نفذة برضو النات باد سنتعرف الان حضراتكم على مكوناته النافذة لو تأملت حضراتك النوافذ التي فتحناها هتلاحظ ان اي نافذة تتكون من الاجزاء الاتية الجزء الاول حضراتكم اللي هو شريط ايه العنوان وشريط العنوان ده حضراتكم هتلاقيه موجود اعلى النافذة ويستخدم في عرض بعض المعلومات مثل اسم البرنامج يعني حضرتك هنا مكتوب في شريط العنوان نوت باد هنا في شريط العنوان مكتوب هنا الورد باد ويوجد حضراتكم اقصى اليمين لشريط العنوان فيه 3 زرار حضراتكم الزر ده x يستخدم في غلق النفذة لهو close لهو زر التصغير اسمه minimize ده يستخدم في تصغير النفذة لتكون على شكل ايقونة على شريط ايه المهام يعني مثلا اضغط على زر النقص ده حضراتكم زر النقص ده زر النقص ده تلاحظ انه النفذة اصبحت ايقونة على شريط ايه المهام عشان السعيدة اضغط عليها مرة ايه اخرى الزرار اللي في النص ده حضراتكم يسمى maximize او restore يعني دلوقتي انه اسمه maximize لو ضغط عليها حضراتكم يخلي النفذة ملئة الشاشة طيب لو وقفت عليه تاني كده تلاحي شكله تغير شكل الزر اصبح restore ايه down معناها هيستعيد حجم النفذة قبل ايه التكبير يعني برضو هنا في نفذة الكمبيوتر لو ضغط عليها يعمل ايه الشاشة لو ضغط تاني يعمل ايه restore شريط العنوان حضراتكم اه ممكن استخدمه ان انا اضغط عليه واسحب هحرك النفذة في اي مكان على ايه على ديسكتوب يعني اسمها click and drag او اسمها drag and drop اللي احنا اخدناها في الفيديو الاول حضراتكم لاستخدام اخر للنقر والسحب يعني انقر على في اي مكان فاضي حضراتكم على title bar واسحب هنقل النفذة في المكان اللي انا عايزه على ايه على صفح المكتب يبقى اول مكون حضراتكم من النفذة اللي هو title bar الشريط الثاني حضراتكم من النفذة اسمه menu bar يعني لبصينا هنا نفذة نفذة not bad اتلاحظ حضراتك هنا فيه file دي قائمة file edit format view help دي حضراتكم اسمها menu bar شريطه القوائم اتلاحظوا حضراتكم من اول office 2007 انو الشريط القوائم استبدالوه بشريط اسمه tapes يعني دي اسمي home tape دي view tape يعني لو شغلنا مثلا برنامج الورد تلاقي هنا حضراتكم الشريط العنوان المكتوب هنا microsoft word وهنا برضو الثلاث زرائر هما هما الاكس والناقص اللي هي minimize و maximize وتلاحظ هنا الشريط الاسفل title bar اسمه tapes بيسموه هنا ايه tapes يعني هنا هوم tape اسمها هوم tape يعني تبويب حضراتكم insert tape يعني تبويب insert او ادراج page layout references mailing review فتم استبدالوه حضراتكم القوائم المنسدلة اللي كانت زي النوت بات دي اصبحت اسمها تبويبات التبويب حضراتكم بيفتح ليه الايكونات بتاعتش الادوات دي بشكل افقي بالشكل ده يعني دي الايكونات بتاعته page layout لو ضغط على الانسيرت دي الايكونات بتاعته الانسيرت الشريط الاسفل المنيو بار او التابويبات دي اسمه tool bar اللي هو شريط ايه الادوات شريط ايه الادوات اللي هو حضراتكم في ال word bad اللي هو الشريط ده حاليا حضراتكم من اول office 2007 و office 2010 و 2016 سموا الشريط ده حضراتكم سموه ribbon يعني فيه زر هنا حضراتكم لو ضغطت عليك كده ده اسمه ايه minimize the ribbon كده اخفال ايه ال ribbon لو ضغطت على الساهم ده تاني حضراتكم ده اللي يكسبان زا ribbon فاطلاقوا على الشريط ده حضراتكم باسمه ribbon هندرس ان شاء الله بالتفصيل لما ناخده دورة ال word 2016 ان حضراتكم ده لها كتب ندرس لمكونات النفذة بتاعت البار شريط العنوان المينيو بار شريط القوائم او شريط التيبز وبكده شريط الادوات او الطول ايه بارز الشريط اللي با كده حضراتكم اسمه scroll bar او شريط التمرير بيظهر شريط التمرير حضراتكم بالنفذة اذا كانت محتوى النفذة اكثر مما يمكنها ايه عرضه بمساحاتها ايه الحالية اطلعص على ذلك فيه شريط التمرير الرأسي اللي هو بتصفح به الملف لاسفل بالشكل ده وفيه شريط التمرير ايه افقي اللي هو بالشكل ده فيه بقى كده في المكانات النفذة حضركم شريط الحالة اللي هو الستيتي اسبر لاجهيني نفذة كمبيوتر من قيمة view الاقي في حالة اسمه استيتي اسبر راحضيت على مصرح كده هيظهر شريط الحالة اللي هو اسفل ده اسفل للنفذة شريط الحالة ده وظيفة واحدة ده لما اجي استعرض لما اجي افتح اي قائمة واستعرض اي امر اتلاحظوا حضراتكم هنا بيظهر لي وظيفة هذا الامر اتلاحظوا هنا فيه معلومات بتظهر في شريط الستيتي اسبر ايه هو الشريط ده حضراتكم انتلاحظوا الشريط ده كده اهو لما اجي هنا في قيمة edit واضغط وشور مسلا على cut بيقول لي ايه وظيفة cut وظيفة copy ووظيفة psd اسم والستيتي اصي بار لو حبيت اخفيه حضراتكم من قيمة view هنا اشيلة عامة الصحة دي يبا كده الشريط اختفع من ايه من ايه انا اتعرف حضراتكم دلوقت على نافذة كمبيوتر افتح الاول اعمل ايه دبل كليك اتلاحظوا نافذة كمبيوتر حضراتكم تحتوي على القرص الصلبة انا عند القرص الصلب هنا مقسمة تاته بارتشن بارتشن سي و بارتشن دي و بارتشن اي و ده رامز ايه cd rom لو احبيت اتصفح محتويات لبارتشن ايه اعمل عليه ضابكك دي محتويات البرتشن ايه ايه حضراتكم. لو ضغطت على المجلد ده برضو عشان افتاحه بعمل ايه ضب كليك بالشكل ده. يطلعز عليكم في زر هنا اسمه باك. لو ضغطت عليها هيرجعلي الى النفذة السابقة. طيب الزر فورورد هنتقل الى النفذة التي تراجعت عنها. يعني الزر باك حضراتكم بيستخدم في الرجوع الى المجلد سابق العرض. لكن المجلد الزر فورورد استخدامه عكس زر ايه باك. اتعرف دلوقت حضراتكم على التلات زرير دور. الموجودين في اه شريط التايتل بار. قلنا الشر زر ناقص ده اسمه منيمايز. بيصغر لي النفذة على شريط ايه المهام. قلنا الزر ده حضراتكم اسمه ايه ماكسيمايز او ريستور. ده بيصغر لي النفذة للحجم قبل التكبير. لو ضغط عليه تانا هيخليه لي ملقي الشاشة. لكن الزر اكس ده اسمه كلوز ده بيستخدم في اغلاق النفذة اه نهائيا. هتكلم دلوقت حضراتكم على تكبير وتصغير النفذة باستخدام ايه الماوس. من اركان ايه ساهم افقي لرأسين. واضغط واسحب click and drag. لو لحبيت اكبر النفذة الناحية التانية نفس النظام. اعاوز اكبرها لاعلى نفس النظام. اعاوز اكبرها لاسفل يعني اجف على الحفة كده واضغط واسحب. دي وظيفة تانية حضراتكم لclick and drag. لو لحبيتها اكبر النفذة في الاتجاهين معا. بياجي في احد اركان النفذة. بيكون السائل ماوس على شكل الساهم بزاوية 45 درجة. والحالة دي اضغط ايه واسحب. بالشكل ده. احضراتكم تلاحظوا لو انا ضغط double click على title bar. هتلاقي اصبح اكبر النفذة خليها ملء الشاشة. لو ضغط عليه مرة تانية double click. هيعمل لي restore للنفذة. دي طبعا استخدام اخر لل double click. سنجح الان حضراتكم درق عرض الايقونات في النفذة. هنفتح على سبيل المسال حضراتكم نافذة كمبيوتر. ومنها هنفتح القرص الصالب اي. الله اصحابكم من قائمة view. اه في ضرق عرض الايقونات المختلفة. زي هنا extra large icons. يعني ايقونات كبيرة جدا. بالشكل ده. ممكن استعرضها بال سكرول البار. ان اضغط السهم ده حضراتكم استعرض ايه الايقونات لاسفل. والسهم الاعلى ده استعرضهم ايه الاعلى. وممكن اضغط واسحب على السلايد ده. كده اللي بضغط لاسحب click and drag. دي استخدام اخر اللي click and drag عن الضغط وهيه واستحب. يبقى دي اسمها extra large icons. ضريقة العرض التانية حضراتكم اللي هي large icons. يعني ايقونات كبيرة. يبقى تظهر حضراتكم بالشكل ده. اه بعد كده medium icons. ايقونات متوسطة. هتظهر بالشكل ده حضراتكم. ايقونات متوسطة اللي هي medium icons. هتظهر بالشكل ده. بكده small icons. ايقونات صغيرة. هتظهر بالشكل ده حضراتكم. بكده في ضرق عرض اخرى زي list اللي هي قائمة. هتظهر على هيئة قوائم. اه بعد كده details اللي هي التفاصيل. هزهر لي حضر لك عمود فيه ال name اللي هو اسم الملف او المجلد. اه هنا date modified تاريخ التعديل. الطيب النوع بتاعه سواء كان مجلد او ملف. بكده size الحجم بتاعه حضراتكم. اطلعز ان المجلدات ملاحش حجم لكن هنا حجم الملفات ليه حجم اهو. طريقة العرض الاخيرة اسمها tile. هتظهر بالشكل ده. نفس كل طرق العرض حضراتكم ممكن اجيبها من الزر ده. في زر موجود هنا في النفذة. اللي هي large icons. اكسرا لارج ايكونز. او لارج ايكونز. ميديام. سمول. لست. details tile. سنتعرف دلوقت حضراتكم على طرق ترتيب او فارز الايقونات. من قيمة فيو حضراتكم اتلاقي في امر اسمه sort by. يعني فارز الايقونات او الملفات by name. ممكن افرزهم حسب الاسم. date modified. تاريخ التعديل. اه طيب. النوع. size. اللي هو الحجم. اه ممكن افرزهم حضراتكم ascending تصعودي او descending يعني ايه تنازلي. لو اخترت مثلا. هنا sort by name. اللي جرت تبهوم لحضراتكم. عيدة تاني لحضراتكم من قيمة view اختار sort by name. اللي جرت تبهوم لي بالشكل ده حضراتكم. عيدة تاني من قيمة view sort by name. خلي بقى لكم ان ارتبهم لascending المرة التانية لما اخترت هنا ارتبهم ل descending. يعني مرة تصعودي ومرة تنازلي. باي date modified. حسب تاريخ التعديل. sort by by type حسب النوع. sort by by size حسب الحجم. هتفهم الموضوع ده افضل. اللي انا اعرضت الايقونات details اللي هي التفصيل يعني. فانا اقوله هنا sort by name. تصاعدي. view sort by name. name. هارضهم لتنازلي. طيب by date modified. اطلعز هنا اعرض لي اه انا واحد وعشرين واحد الفين واحد وعشرين. الفين واحد وعشرين. وبقى كده اعرض لي ايه عشرين عشرين. وكسات عشرين تسعداشر. عشرين سبعداشر. بالشكل ده. طيب لو قلت له هنا view. sort by date modified. كان اعرضهم حضرتكم descending. اعاوز اعرضهم ascending تصاعدي. اللي اجي اعرضهم لي بالشكل ده. يبقى ممكن افرز حضرتك الايقونات. by name حسب الاسم تاريخ التعديل. النوع ال size. ال what type وكده ال size. ممكن افرزهم تصاعدي او ايه او تنازلي. ناخد لوقت حضرتكم. التعامل مع عدد من النوافذ من خلال شريط ايه المهام. يعني هفتح لوقت فاتح نفيزة كمبيوتر. هفتح نفيزة كالكوليتور. هفتح نفيزة الرسام. هفتح نفيزة برنامج الورد. لو حبيت ان نشط ايه نفيزة حضرتكم من خلال شريط المهام اعمل كليك عليها كده. هتبقى هي النفيزة النشطة امامي. اه. اه. لو حبيت اه اخلي نفيزة الرسام نشطة امامي. اضعط عليها كده على التاسك بار شريط المهام. لو عايز الورد نفس النظام كده. لو عايز اكفي الاخر اسم اخلي شريط المهام اعمل كليك كامين كده. لو عايز التاسك بار اعمل كليك كامين كده. اه. ممكن اقول لي اختار هنا شو ويندوز سايد باي سايد يعني هيرتب للنوافذ بجوار بعض يقوم بالشكل ده در عملت كليك كمين حضراتكم واختارت هنا كاسكيد ويندوز هيعملهم الكاسكيد بالشكل ده وارا بعض حضراتكم وكل واحدة بظاهر منها هي التايتل بار فقط در عملت كليك كمين حضراتكم واختارت شو ديسكتوب هيصغر لي كل النوافذ ويظهر لي سطح المكتب لو حابيت اكبر النفذة تاني بعمل كليك على حضراتكم اعمل كليك على حضراتكم من التاسك بار هتلاقي حضراتكم اقصى اليمين هتلاقي هنا في زر اسمه شو ديسكتوب لو ضغطنا على حضراتكم برضو هيظهر لي سطح المكتب يعني هصغر لي كل النوافذ مرة واحدة اللي هو زر اسمه شو ديسكتوب سنشرح ان شاء الله حضراتكم نفذة مستكشف الويندوز اللي هو الويندوز اي اكس بلورر هنكفر حضراتكم كل النوافذ هنفتح نفذة كمبيوتر ممكن مقيمة start اختار كمبيوتر تلاحظوا حضراتكم نفذة المستكشف اللي هو الويندوز اكس بلورر نقسم الى جزء اين جزء ايمن والجزء ايه ايسر يعني في الجزء الايسر حضراتكم اللي هو الجزء ده وده جزء الايمن اتلاحظ عليكم هنا انه محدد ايقونة كمبيوتر في الجزء الايسر اتلاحظ انه في الجزء الايمن ظهر لي ايقونة الpartitions الخاصة بالكمبيوتر اللي هي c والd والa والc drum طيب لو انا علمت في الجزء الايسر حددت القرص الصلب c اتلاحظ في الجزء الايمن ظهر لي محتواته c طيب لو حددت d ايه هتظهر لي محتواته d لو حددت الايه هتظهر لي محتواته الايه يبقى الجزء الايمن حضراتكم بيظهر محتوى الشيء اللي انا محدده في الجزء ايه الايسر لو حددت الديسكتوب هنا هتظهر لي هنا محتواته الديسكتوب في الجزء الايمن اتلاحظوا حضراتكم في الايقونة اللي في الجزء الايسر اتلاحظ جنبيها ايقونة على شكل مسلس لو ضغط عليها حضراتكم انه علامتها عالم دولوكت كمبيوتر ظهر لي هنا محتوى تكمبيوتر في الجزء الايمن. طيب لو ضغط على المثلث ده. المثلث ده بيعمل لي حاجة اسمها اكسي باند او كولابس. يعني ايه اكسي باند? يعني هيظهر لي الحاجات التحت الايقونة اللي انا محددها. طيب لو كولابس هيخفيهم بالشكل ده. يعني مثلا القرص الصلب ايه? لو حبيت اعمل له اكسي باند اضغط على المثلث الجنبي ده الصغير ده. اللي اعمل لي ايه? اكسي باند. طيب عايز اخفي الحاجات التحت دي ايه? ايه مرة تانية. اعمل لها ايه كولابس. او ممكن اعمل كليك كمين عليه حضراتكم. اتظهر لي القائمة المختصرة اختار منها اكسي باند. او اعمل كليك كمين عليه تاني. اتلاقي الامر اصبح اسمه ايه? كولابس. طيب. هادا اعمل اكسي باند لليه مثلا. عاوز اظهر محتويات المجلد اللي اسمه اهمد اهمد ده. المجلد ده حضراتكم. اعمل تكليك كليك كده حددته. اجيب لي محتويات هذا ايه? المجلد. يعني حضراتكم ببساطة ان مستكشف الويندوز عبارة عن برنامج بيبين لك كيفية تنظيم الاقراص والمجلدات الرئيسية والمجلدات الفرعية بطريقة الشجرة وفروعها. ويمكنك حضرتك عن طريقه ان تصل الى اي منها بسهولة. وبذلك حضرتكم تعرفنا في هذا الفيديو على كيفية التعامل مع النوافذ. سنتعرف ان شاء الله في الفيديو القادم على سطح المكتب الديسكتوب. نترككم في رعاة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.